الذي يسمع هذا الكلام يستحي من كل تلك المقولات هذا هو تحليل صاحب الأمر ربما يخرج علي متفيقه عمامته كبيرة ألقابة طويلة عريضة ويقول هذه ضعيفة السنة وهذه النصوص ضعيفة السنة وهذه أيضا من أحابيل المخالفين ومن أحابيل الشياطين والأبالسة هذه نصوص صحيحة ويعضد بعضها بعضا ولكن دني سأقبل الكلام وأقول لأفترض بأنها ضعيفة السنة الذين يستعملون هذه الطريقة حين يقولون رواية ضعيفة السنة لا يعني أنهم يقطعون بعدم صدورها عن المعصوم يعني هناك احتمال 50% صادر عن المعصوم احتمال 50% لم تكن صادر من المعصوم يعني هناك احتمال 50% صادر من المعصوم يعني هذا الكلام الذي طرحنا على فرض أن أسانيده ضعيفة لأن هذه القضية هذا المرض ينشرونه بين الناس أي شيء يذكر عن أهل البيت قيل بأن أسانيده ضعيفة والناس لا تدريه تلقلق بالكلام فلنفترض أن هذا الكلام صحيح يعني هناك نسبة 50% قول المعصوم أنا أقول لك كلامك خرط 100% لأنه إما جئت به من المخالفين أو من عندك كلامك خرط وأنتم يا خدمة الحسين لمن يقول لكم قولوا له هذه القضية هذه قضية واضحة إذا يقال بأن هذا الناس هذه الزيارة ضعيفة السنة نعم ضعيفة السنة نقبل بذلك احتمال 50% كلام المعصوم احتمال 50% ليس كلام المعصوم نحن لأجل 50% لأجل هذا الاحتمال ألا تقولون احتط لدينك أخوك دينك فاحتط لدينك نحن نحتاط فنقبل كلام المعصوم ونقول لك أنت أيها المتفيقي أيها المدعي ما تدعي أنت الذي تريد أن تطرح الأفكار بشتى أشكالها أن كلامك خرط 100% إذا كان هذا كلام المعصوم احتمال 50% كلامك خرط 100% لأنه إما جئت به من المخالفين أو من عندك والاثنين خرط في موازين أهل البيت ترجمة نانسي قنقر